في حوالي عام 1159 ميلاد قام عالم رياضيات يدعى بهسكار الحكيم برسم تصميم لعجلة تحتوي على خزانات منحنية من الزئبق لقد رأى أن بدواران العجلات سيتدفق الزئبق إلى قاع كل خزان تاركاً أحد جوانب العجلة أبدياً أثقل من الآخر وسيحافظ الاختلال على دواران العجلة إلى الأبد كان رسم بهسكار أحد أول التصميمات لآلة حركة أبدية جهاز يمكنه القيام بالعمل إلى الأبد دون أي مصدر خارجي للطاقة تخيل طاحونة هواء تنتج النسيم الذي تحتاجه للاستمرار بالدواران أو مصباح يولد وهجه الكهرباء الخاصة بها بد استحوذت هذه الأجهزة على مخيلات العديد من المخترعين لأن بإمكانها إحداث تحول في علاقتنا بالطاقة على سبيل المثال، إذا تمكنت من إنشاء آلة حركة أبدية تتضمن البشر كجزء من نظامها الفعال تماماً فيمكنها إدامة الحياة إلى أجل غير مسمى هناك مشكلة واحدة فقط، إنها لا تعمل إن أفكار آلة الحركة الأبدية كلها تخالف قانوناً واحداً أو أكثر من القوانين الأساسية للديناميكا الحرارية وهو فرع الفيزياء الذي يصف العلاقة بين الأشكال المختلفة للطاقة ينص القانون الأول للديناميكا الحرارية على أن الطاقة لا يمكن أن تستحدث أو تفنع لا يمكنك الحصول على طاقة أكثر مما أدخلت وهذا يستبعد فوراً أي آلة حركة أبدية مفيدة لأن أي آلة يمكنها فقط أن تنتج الطاقة بقدر ما تستهلك لن تكون هناك أي طاقة متبقية لتشغيل سيارة أو شحن هاتف ولكن ماذا لو أردت فقط أن تحافظ الآلة على حركتها؟ قد اقترح المخترعون الكثير من الأفكار كان العديد منها عبارة عن أشكال مختلفة من عجلة باهسكارة غير المتوازنة بكورات متدحرجة أو أوزان على أذرع متأرجحة لا يعمل أي منها إن الأجزاء المتحركة التي تجعل أحد جوانب العجلة أثقل كذلك تحول مركز الكتلة للأسفل تحت المحور مع انخفاض مركز الكتلة تتأرجح العجلة فقط ذهاباً وإياباً مثل البندول ثم تتوقف ماذا عن نهج مختلف؟ في القرن السابع عشر توصل روبرت بويل لفكرة لوعاء سقي ذاتي لقد نظر أن الخاصية الشعرية وهي التجاذب ما بين السوائل والأسطح الذي يسحب المياه من خلال الأنابيب الدقيقة قد تبقى على دوران الماء حول الوعاء ولكن إذا كانت الخاصية الشعرية قوية بما يكفي للتغلب على الجاذبية وسحب الماء للأعلى فإن من شأنها أيضاً منعه من السقوط مرة أخرى في الوعاء كذلك هناك نسخ تعتمد على المغناطيس مثل هذه المجموعة من المنحدرات من المفترض أن تسحب الكرة صعوداً من قبل المغناطيس في الأعلى وتسقط مجدداً في الفتحة وتكرر الدورة هذه فاشلة لأن مثل ويعاء السقي الذاتي فإن المغناطيس ببساطة يثبت الكرة في الأعلى وحتى لو استمرت بالتحرك بطريقة ما فستتحلل قوة المغناطيس مع الوقت وسيتوقف في النهاية عن العمل لكي تواصل كل من هذه الآلات الحركة سيجب عليها خلق بعض الطاقة الإضافية لدفع النظام لما بعد نقطة التوقف مختارقة القانون الأول للديناميك الحرارية هناك البعض الذي يبدو كأنه مستمر بالعمل ولكن في الواقع دائماً ما يتضح أنه يسحب الطاقة من مصدر خارجي حتى لو استطاع المهندسون بطريقة ما تصميم آلة لا تخالف القانون الأول للديناميك الحرارية فما زالت لن تعمل في العالم الحقيقي بسبب القانون الثاني القانون الثاني للديناميك الحرارية يخبرنا أن الطاقة تتميل إلى الانتشار من خلال عمليات مثل الاحتكاك أي آلة حقيقية سيكون لها أجزاء متحركة أو تفاعلات مع جزيئات الهواء أو السوائل مولدة كميات صغيرة من الاحتكاك والحرارة حتى في الفراغ تلك الحرارة هي طاقة هاربة وستواصل التسرب والحد من الطاقة المتاحة ليحرك بها النظام نفسه حتى توقف الآلة الحتمي حتى الآن قام هذان القانونان بعرقلة كل فكرة للحركة الأبدية وأحلام توليد الطاقة بكفاءة تامة التي تنطوي عليها ولكن من الصعب أن نقول بشكل قاطع أننا لن نكتشف أبداً آلة حركة أبدية لأنه ما يزال هناك الكثير الذي لا نفهمه حول الكون ربما سنعثر على أشكال غريبة جديدة من المادة التي ستجبرنا على إعادة النظر في قوانين الديناميك الحرارية أو ربما هناك حركة أبدية على مستويات كمية ضئيلة ما يمكننا أن نكون متأكدين إلى حد معقول هو أننا لن نتوقف أبداً عن البحث في الوقت الراهن فإن الشيء الوحيد الذي يبدو أبدياً حقاً هو بحثنا للتاريخ الرائع ومغامرة الفضاء الخارجي وفلسفة الإنحناء للعقل والإجابات على أكثر الأسئلة العشوائية التي لديك حول جسمك وأكثر من ذلك اشترك في هذه القناة ترقبوا وابقوا فضوليين